شاركت جمعية الأرمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقاهلية في دعم أكثر من مئة مشروع بجميع مراكز المحافظة وذلك من خلال تمويل مشاريع تمكين اقتصادي يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شاركت جمعية الأرمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقاهلية في دعم أكثر من مئة مشروع بجميع مراكز المحافظة وذلك من خلال تمويل مشاريع تمكين اقتصادي بنحتفل بعدد توزيع 102 كرد حسن تحت مظلة التحالف الوطني لجمعيات الأهلية بقيمة 2 مليون و40 ألف جنيه دي كرود حسنة بتتقدم لصاحب المشروع بننزل ندرسه تحت مظلة التحالف الوطني وفي إطار جمعية الأرمان والتضامن الاجتماعي المواطن بيقدم لنا البحث بننزل ندرس المشروع بتاعه وبنقدم له كرد في خلال لا يقل عن 40 يوم بكتير نقدر نقول أنه هو عمل بناء جدا جدا نحو التمكين الاقتصادي واعتمادهم على الزات وتحية مصر بمؤسساتها والشراكة الحقيقية بين مجتمع المدني وبين مؤسسات العمل الآن هي مشروعات معظمها حرفية للأهالي وبنقوم بمساعدتهم مشروعات التمكين الاقتصادي تنوعت ما بين البقالة والخضروات والفواكه وبيع قطع غيار وإصلاح الدراجات النارية وغيرها وذلك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا احنا هدفنا في التمكين الاقتصادي الانتقال بالشريحة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الانتاج والاكتفاء هدفنا أن الشريحة دايما تكون شريحة منتجة مش محتاجة وبنساعد في المشروع ده عن طريق التمكين الاقتصادي عن طريق قروض حسنة للمشروعات الصغيرة نجعل المشروعات الصغيرة ده مشروعات تنموية ومشروعات انتاجية رحنا جامعية الأرمان عشان أعمل كرد واستقبلنا باستقبل كويس وإحنا ربنا يعينا وقوينا بردك على أن نسده والحمد لله عملنا كل شيء تمام وقبنا الفلوس تاني يوم عشان لأنني فتح مشروع خلال وفكهة وعايزة أوسع يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وفي إطار التعاون الدائم والوسيق بين محافظة الدقاهلية وجمعية الأرمان وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالوسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية